بسم الله الرحمن الرحيم أنا زمي لكم خلف شمري طيب أسنان رئيس قصة مكوعة العدوى ومقيم اعتمد للدايكا ولايكا بسم الله الرحمن الرحيم دايكا بروغرام أوبجيكت أهدف الدايكا وليش إحنا نسوي برنامج الدايكا أو ليش الإدار عامل المكوعة العدوى عملوا برنامج الدايكا لأهمية أو التحقق أو التأكد من تطبيق معايير مكافعة العدوى على مستوى المشآت الصحية جميعنا يعلم أهمية تقييم المستمر لضبط أو رفع جودة الأداء لمعايير مكافعة العدوى بالتالي الإدارة عامة عملت برنامج لتقييم المشآت الصحية بشكل مستمر ويمكن كثير منكم مروا عليه هذه اللجانة التقييمية ويمكن صادفهم في المشآت الصحية The quality of the infection control practices within the institute are the best level التأكد من أنه ممارسات مكافعة العدوى في المشآت الصحية في أفضل حالاتها أو بالطريقة الصحيحة وبعدين the audit report and its recommendation help to ensure that practices improve their compliance of infection prevention and control according to current national guideline والبرنامج أو الزيارة أو الأدت يتم إرساله لمنشآت الصحية والتوصيات والملاحظات لتحسينها من قبل المشآت الصحية وإعادة تقييمها مرة أخرى أهداف الأدت أو ليش الأدت إحنا يتم عمله الأدت asks the question Are we actually doing what we believe the right thing and in the right way هل إحنا نعمل أو الأدت يعمل لمشآت الصحية لتأكد هل يتم عمل الشيء الصحيح أو المعيار الصحيح بالطريقة الصحيحة Audit can be used to evaluate various aspects of patient care الأدت يتم خلاله قياس مستوى الخدمة بشكل عام المنشآة structure of care تنظيم المنشآة process of care آلية عمل الخدمة the outcome of care نتائج أو الخدمة بشكل عام كيف يتم عملها أو مخرجاتها Audit should be transparent and non-judgmental الأدت أو آلية الأدت هي يجب أن تكون شفافة ولا تعود إلى أحكام شخصية هي مبنية على معايير مكتوبة مسبقا من خلالها يتم تقييم المنشآة يعني ما فيها آراء شخصية The aim is to find how we present provision compare with the desired standard This information is used to plan improvement in the services الملاحظات أو التقييم أو الأداء اللي يتم عملها من خلال الأدت هو لتحسين الأداء في داخل عيادة والتطبيق المعايير بشكل صحيح It's not an intent to cause conversion or blame وليست لعني بعض المرات يكون فيه لوم للإدارة للستاف أو لوم للإدارة في قسام مكافأة العدوى هذه التوز ليست لللوم هي فقط إنما للتحسين Audit should be full cycle الأدت يتم يكون initial audit تقييم أولي ومن ثم يتم إرسال تقرير للمنشآة الصحية أو ليقسم مكافأة العدوى أو للإدارة ويتم خلالها عمل correction plan أو correction change and then re-audit يتم عمل إعادة التقييم مرة أخرى للتأكد من تطبيق هذه والخطة التصحيحية للمنشآة وبالتالي نحن نضمن يكون في إمبروفمنت ودت سايكل identify topic select the standard standard موجودة من الإدارة عامة مكافأة عدوى يتم data collection من خلال زيارة المنشآة الصحية يتم تجميع data then من خلال المقيمين أو من خلال إدارة عامة مكافأة العدوى يتم data analysis تحليل الزيارة وتحليل الريبورت then إرسال الملاحظات للمنشآة الصحية بعدين يرسلوا لنا action plan بعدين يتم عمل re-audit في المرة الأخرى للتأكد من تطبيق action plan بالتالي نحن نضمن أن المنشآة الصحية حسنت من أدائها وكان في إمبروفمنت في الأداء هو عملية منظمة ومحددها مسبقا يتم من خلالها تقييم المنشآة الصحية حسب المعايير المحددة للتأكد من رفع مستواء الأداء أو رفع مستواء أو تطبيق المعايير بشكل صحيح للمنشآة الصحية main aim هدف الأدت لماذا تم عمل أدت أو لماذا كإدارة عام عندنا عملت أدت أو عملت برنامج خاص لبراكز الأسنان ايش الهدف منه to making database with continuous update that help to enhance safety of patient and healthcare worker للتأكد من سلامة المرضى وللتأكد من سلامة healthcare worker to reduce cost of healthcare associated infection احنا من خلال تطبيق هذه المعايير تضمن لنا بإذن الله أنه سلامة المريض وسلامة الممارس الصحي هي أولوية عالية ونستطيع الحصول عليها من خلال تطبيق هذه المعايير أيضا reduce cost to health care associated infection تم عارفين health care associated infection أو أي إصابات أو infection من خلال المنشآة الصحية تتطلب تكلف تشغيلية عالية أو تكلف علاجية عالية بالتالي تطبيق هذه المعايير يضمن لنا تقليل التكاليف هذه أهداف مخصصة للبرنامج to check how current observed practices in the facilities or clinical area compares with accepted best practices or standard of care للتأكد من الممارسات الحقيقية في المنشآة الصحية تتطابق مع التوصيات أو المعايير المطوبة to develop a collective plan for improvement لإنشاء خطة تصحيحية بعد الزيارة أو بعد الملاحظات لتطوير العمل to send report to healthcare institute with a specific recommendation of how to improve practice يتم إرسال الملاحظات للمنشآة الصحية مع التوصيات المطلوبة لتحسين الأداء وتحسين المخرجات to monitor the action plan of recommendation لتطبيق هذه التوصيات في المنشآة الصحية then to re-audit to demonstrate improvement to next visit للتأكد من تطبيق هذه المعايير في زيارة الأخرى أو في زيارة تقييمية الثانية للمنشآة الصحية وهذا إحنا دائما نوصي يعني الممارسين ومكافحة العدوة إذا كان معنا ممارسين ومكافحة العدوة في المنشآة الصحية أو في مركز الأسنان دائما الاهتمام في الaction plan وتطبيقها على أرض الواقع وفي حال مثلا وجهة صعوبة في تطبيق الaction plan بإمكان التواصل معنا وإحنا إن شاء الله نساعد المنشآة الصحية في كيفية تطبيق الaction plan للمنشآة الصحية فهي أمان يعني بعض المنشآة يكون فيها فقط إجراء روتيني ورد والمفروض أنه يكون فيها إجراء رد وتطبيق هذا الرد على أرض الواقع ويتم تقييم الرد من خلال الزيارة الأخرى ستاندرد ذاكا ستاندرد تتكلم عن الهوسبيتال أنا هنا حطيتها طبعا في كاتوبكس أو كستاندرد باختصار تتكلم عن الهوسبيتال ليدرشيب أو الدينتا سنتر ليدرشيب اللي هي دعم الإداري للمنشآة وثنين الانفكشن كنترول ديبارتمنت واللي هي من خلالها نقيم الانفكشن كنترول ديبارتمنت ومؤهلات الانفكشن كنترول ديبارتمنت وقائد الانفكشن كنترول ديبارتمنت والرقم الثلاثة الانفكشن كنترول كوميتي هل المنشآة الصحية تعمل كوميتي حسب المعايير المطلوبة أو لا الانفكشن كنترول بروغرام هل المنشأة الصحية لديها برنامج Infection Control متطابق مع Scope of Service Infection Control عن والبلان هل المنشأة الصحية لها عندها Infection Control عن والبلان وخطة سنوية عن الرزق ومن الرزق وكيفية تقليل الرزق مثلاً الإصابات المهنية 6 Infection Control Manual Policy and Procedure هل المنشأة الصحية عندها Policy and Procedure وهذا نقطة مهمة دائماً نوصي المنشأة الصحية يجب أن يكون لدى المنشأة الصحية Updated Policy and Procedure وهذا إذا كان المنشأة الصحية ما فيها Policy and Procedure فجميع ما يعمل من بعده أعتقد يكون فيه خلل فأوصي المسؤولين عن مكافحة العدوى بالحرص على تجهيز أو توفير Policy and Procedure بتكون Updated المنشأة الصحية حسب Scope of Service Infection Control, Education and Training وهذا أمر مهم جداً أي Infection Control عمل Infection Control لا يوجد فيه Education ولا يوجد فيه Training مستمر بالتالي عمل Infection Control يعتبر في خلل كبير لازم يكون هناك آلية واضحة وعمل واضح وطوبكس واضحة لل Infection Control Education and Training ويشمل جميع من في المنشأة الصحية سواء Health Care Worker سواء Administrative سواء Visitors سواء Patient يجب أن يكون فيه Training وإدكيشن للجميع عندنا برضو معيار للHand Hygiene كآلية تطبيق الHand Hygiene وآلية توفر Supplies للHand Hygiene فهذه يجب أن يكون لها اهتمام بالغ أنتم عارفين الHand Hygiene هو First Line of Defense Against Infection Personal فيه برضو Standard عن Personal Protective Equipment يكون فيها مدى توفر البي بي بي بطريقة تسخدامها البي بي بي بطريقة صحيحة وطريقة متابعتها وطريقة التخلص منها فهذه من الأشياء اللي مهمة في ال Standard برضو فيها عن ال Standard عن Employee Health Program يجب أن يكون لدى المنشأة أهلية واضحة لتحصين الموظفين أو برنامج الانفكشي كوترول الموظفين ابتداء من التوظيف إلى الإصابات المهنية إلى الفحص الدوري يجب أنها تكون موجودة من خلال السياسات والإجراءات وتكون ديكمونتد جميع الإجراءات اللي تتمت على الموظفين عندنا برضو Standard يتكلم عن Housekeeping and Hospital Environment لازم يكون فيه آلية واضحة لتدريب الموظفين ال Housekeeping وآلية اختيار المنتجات تبع ال Hospital Environment والتدريب الموظفين أو عموال النظافة على آلية تخفيف أو استخدام المحالي للتنظيف لأنه من الأشياء اللي نواجهها في المنشأة الصحية أنه أنه تنظيف أو أنه تحليل أو تخفيف الأدوات يكون بطريقة خاطئة بالتالي يجب أنه يكون فيه تخفيف بالطريقة الصحيحة حسب المنوفاكتشر Infectious Medical Waste لازم يكون فيه بوليسي بوليسيجة واضحة لل Infectious Medical Waste من خلالها Infectious Control يراقب أداء العمل في Infectious Medical Waste آلية Segregation آلية Disposal آلية Sharp Disposal برضو مواصفات غرف النفايات الطبية من خلال مثلاً درجة الحرارة ولازم يكون فيها Daily Record الدرجة الحرارة والتخلص من Medical Waste واليتها Medical Department Store لازم يكون فيه بوليسي وبروسيجر من خلاله يتم قياس درجة الحرارة بشكل يومي ارتفاع الأرقف عن الأرض وارتفاع نزول الأرقف عن الأسقف وبعدها عن الجدار لازم يكون لها معايير معينة هذه لازم تكون مكتوبة ولازم مكافحة العدوى أو قسم مكافحة العدوى يتم متابعتها بشكل دوري Construction and Refinition أي عمليات إجراء صيانة أو تصليح جوا أو داخل المنشآة الصحية يجب لمكافحة العدوى يكون له دور أساسي فيها وهذه لها سياسات وإجراءات ويجب أن تتوفر في المنشآة الصحية وإحنا كمقيمين برضو أن نتم عمل تقييم لهذا الموضوع ونتأكد من إجراءات ومكافحة العدوى تتم من خلال أعمال الصيانة برض الاسبايراتور الحيجين يعني يكون فيها آلية واضحة للزوار أو لديهم أعراض الاسبايراتوري لازم يكون لهم آلية واضحة معينة من خلال مثلاً حماية المرضى أو ارتداء الفيس ماسك أو مثلاً علاج الحالات الطارئة وتأجيل الحالات الغير طارئة الشارب سيفتي لازم يكون فيه تدريب مستمر ومخصص للشارب سيفتي وإذن يكون فيه ترينيج كونتينيوست ترينيج ريقاردين الشارب سيفتي برضو من الستاندرد المطلوبة أو استاندرد يتم التقييم عليها انسترومنت ري بروسسينج نتأكد من أنه الانسترومنت يتم رسالها للتعقيم أو اقسام التعقيم بشكل مستمر ولا يتم عمل أي تعقيم داخل العيادة وهذه من الأشياء اللي يتم ملاحظاتها أنه يتم في بعض عمليات التعقيم زي مثلاً الكلينيج يتم عملها داخل العيادة وهذا إجراء خاطئ جميع عمليات التعقيم أو التنظيف أو التطهير يتم عملها في اقسام التعقيم دينتاليونت واترلاين لازم يكون فيه عالية ووليسية واضح لمنشآة الصحية في تعقيم خطوط المياه سواء التعقيم اليومي أو التعقيم الأسبوعي وفي نقطة مهمة دائماً نحن نواجهها في المنشآة الصحية يجب التفرقة بين السكشن كليننج واترلاين كليننج السكشن هو فقط المختص بشفط السوائل بينما الواترلاين هو خطوط المياه داخل الكرسي أو الخطوط اللي يتوصل المياه للهاند بيس واللي يتوصل المياه للسبري هذا لازم يكون يتم تطهيره وتعقيمه من خارج المحليل والمحليل المحتمدة والمطلوبة مثل ما تعرفون فيه سبوعي وفيه يومي يتم عمله بشكل دوري كما أنه أيضا للسكشن فيه اليومي والاسبوي بالإضافة إلى خطوط المياه يتم عمل تحليل البكتيري لها بشكل سيمي أنيوالي أو مرتين في السنة بير يونت لكل عيادة السنان يتم عمل تحليل مياه لها فمتما كانت اليونت نتيجتها أقل من كولوني فورمين يونت بير ميلي ليتر تكون متى ما كانت أعلى يكون لها هناك يعني إجراء آخر لليونت يتم إعادة الآلية العيادة في حال تلوث العيادة أو في حال كانت العيادة أكثر من خمسمائة كولوني فورمين يونت يتم إعادة التحليل أو إعادة أخذ العينة والتأكد من أخذ العينة بالطريقة الصحيحة لأنه بعض مرات يكون أو يكون الطريقة تأخذ العينة غير صحيح بالتالي يكون عندنا بكتيريا يتم عادة تأخذ العينة بالطريقة الصحيحة عن طريق ستيرايل بوتول ستيرايل غلابز ويكون فلوش لليونت تو مينيت إذن نأخذ العينة في البوتول يكون البوتول ستيرايل والغلابز أيضا ستيرايل ويتم إغلاق اليونت ويتم إغلاق البوتول وإرسالها مباشرة لعمل التحليل اللازم إذا كانت النتيجة مرة أخرى يعني النتيجة الثانية أيضا يتم عمل شوك تريتمينت شوك تريتمينت اللي هو بليتش أو كلور يتم يدخال كلور أو البليتش لليونت ويتم تطهير اليونت من نفس الواتر لاين بعض اليونت يكون فيها بوتول خارجي بوتول خارجي يتم وضع المادة فيه بتخفيف المطلوب أو بتركيز المطلوب وبعدين نسوي راني الواتر داخل اليونت وبعدين نعيد العينة مرة ثالثة إذا كانت العينة مرة ثالثة بعد العلاج أو بعد تريتمينت بوزيتف هنا يتم إيقاف العيادة ويتم التواصل مع الصيانة الطبية لعمل الإجراءات اللازمة هذه من الأشياء اللي دائما نحن نواجهها في في عيادة الأسنان كانت النتيجة أكثر من 500 إيش الإجراء المطلوب فبالتالي نختصر على هذا الموضوع أنه أول شيء نأخذ العينة كانت العينة بوزيتف أكثر من 500 يتم إعادة أخذ العينة بالطريقة الصحيحة التأكد منه بالطريقة الصحيحة إذا كانت بوزيتف يتم عمل شوك تريتمنت اليونت من خلال كلور أو من خلال البليتش ويتم أخذ عينة وتنظيف العيادة ويتم أخذ عينة وإذا كانت المرة الثالثة بوزيتف يتم يقاف العيادة والتواصل مع الصيانة الطبية لعمل الأجراءات اللازمة دنت الراديوغراف هذا أحد المعايير يتأكد منه دنت الراديوغراف يتم عمل الراديوغراف بطريقة صحيحة يتم أخذ الاحتياطات اللازمة يتم لبس البي بي يتم حماية الديجيتال بليت يتم تغطيته يتم تطهير ريدين بطريقة صحيحة هذه برضو من الأشياء اللي يتم تأكد منها وأيضا الدنت اللاب يتأكد من الإمبرشن أنها تصل مغلفة ومطاهرة بالمحلول المناسب قبل الاستلام التأكد من لبس الموظفين البي بي اللازم للتأكد من تطهير الأدوات التأكد من استخدام وسائل استلامها بشكل كامل هذا بشكل عام الستاندر اللي إحنا كيدان عام وكعدوى يتم تقييم المركز الصحية عليها بشكل مستمر ويمكن أغلب الزملاء والزميلات في مراكز الصحية أو في مراكز الأسنان جدتهم هذه الزيارات ويعني هم على يعني علم فيها Auditor Process أو آلية الأدوات every six months The auditing process should be include all healthcare institute MOH Government Non-MOH and private hospitals جميع المنشآت الصحية سواء MOH سواء Non-MOH Non-Government Non-MOH سواء private hospital جميعها تخضع للتقييم المستمر يتم التقييم من خلال Electronic System is used for recording reporting calculation and analysis فقط يتم إدخال الـ data ويتم تحليلها من خلال السystem ويرسالها للمنشآة الصحية الـ auditing process for each standard طبعا عندنا standard كل standard في آلية معينة للتقييم أو لمتابعة هذا الstandard هل يطبق بشكل صحيح أو لا من خلال خمسة activities اللي هي observation والstaff interview documentation personal file medical record observation مثلا أنه مثلا نطلب من الممارسة الصحية عمل هذا هاجين بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح هذا نقيم من خلال observation إذا عمل بالطريقة الصحيحة يكون staff interview لنسأل الموظفين بعض المرات أو مثلا assistant كيف أن أسوي disinfect كيف أن أسوي disinfect للبنش كيف أن ألبس البيبي هذه مثلا staff interview documentation نتأكد مثلا من تحليل المياه من خلال document نتائج الresult للسامبل of waterline treatment personal file والmedical record مثلا عندنا بعض الإصابات المهنية للموظفين نتأكد أن الموظف عمل التحليل اللازمة من خلال المدical record وعمل الفاكسينيشن اللازم scoring أو إطاء الدرجات لكل المعيار من خلال أربع مراحة وأربع scores الثنين يكون fully compliant متما كان الستاندر مطبق بشكل كامل يعطى fully compliant أو partially compliant جزئي أو non compliant أو غير مطبق أو non applicable أو لا يتم تطبيقه في المنشآة الصحية مثلا خلينا نقول منشآة صحية ما فيها مختبر أو معمل أسنان فنحط نتأكد non密 أو صفر less than 50 compliance إذا كان الستاندر مطبق أقل من خمسين بالمئة يعطى non密 إذا كان مطبق من خمسين إلى أقل من ثمانية بالمئة partially مت إذا كان اثنين أو من ثمانية بالمئة وأعلى يكون fully مت ونت applicable cannot be applied Each substandard had different weight according to following risk assessment criteria كل الستاندر له weight أو له وزن على مدى خطورته على المريض أو على الممارسة الصحية عندنا critical و high و medium إذا كان والله الستاندر immediate to treat the patient or staff safety هذا يكون critical مثل مثلا التعامل مع الأبر أو التعامل مع الشار هذا critical high إذا كان highly affected the integrity and the function of the infection control program و medium إذا كان affecting the integrity or functional of infection control program أهداف أو الأوت كمز للبرنامج أو الدايك program الأوت كمز أنه the overall score of the health care facilities is calculated using only the score of all applicable substandard health care facility receive the report by official email بعد التقييم يتم رسال email بشكل رسمي للمشاة الصحية health care facility must submit corrective action plan for all substandard that scored 0 or 1 يجب على المشاة الصحية أو قسم مكافة العدوى في المشاة الصحية سليم خطة تصحيحية لجميع الstandard أو substandard التي كانت درجتها 0 أو 1 وتطبيقها بتطبيق الcorrection plan على أرض الواقع لإعادة تقييمها في الزيارة القادمة أو حين تقريبا خلصنا المحاضرة اللي هي كانت مختصرة ولا كان ودي نطول عليكم على نهاية الدورة عندي سؤال بسيط أنه لجميع implementation infection control standards is responsibility of تطبيق معايير ومكافة العدوى هي مسؤولية infection control team only administration only dental assistance only dentist only all of the above من المسؤول عن تطبيق معايير ومكافة العدوى في المشاة الصحية إذا كان حال يقدر يجاوب إذا كان الأشياء تمقفل عموما هذه من الأشياء اللي إحنا نلاحظها أنه طبعا الجواب الصحيح all of the above جميع الممارسين الصحيين في المنشاة الصحية سواء إدارة سواء ممارسين صحيين سواء أقسام مكافة عدوى سواء أقسام تعقيم سواء عمال نظافة جميع مسؤولين عن تطبيق معايير مكافة العدوى بالتالي إحنا معظم المنشاة الصحية لما نجيهم يقول الله هذا من مسؤولية مكافة العدوى وهذا فكر أو فهم خاطئ مكافة العدوى هي مسؤولية جميع الممارسين الصحيين في المنشاة الصحية وحقيقة إحنا برنامج الدايكة يتم عمل لمراكز الأسنان هو الهدف منه تطوير وتحسين مخرجات مكافة العدوى وتحسين قابلية المنشاة الصحية لتطوير نفسها بتطبيق معايير مكافة العدوى بشكل مستمر وأنا حقيقة أنصح لجميع المنشاة الصحية أنه لا يعتمدون اعتماد كامل على ينتظرون زيارة خارجية لعمل تقييم المنشاة الصحية أنا دائما أقول المنشاة المنشاة العدوى لازم يكون عندك للمنشاة الصحية أنت لازم تقييم نفسك وتعرف أنت وين رايح وتعرف أيش المشاكل اللي عندك بحيث أنه تستبق المشاكل اللي عندك تلاحظ في مثلا مشكلة بدأت تظهر في منطقة معينة تلاحظ أنه في تدريب في منطقة معينة تلاحظ تلاحظ اكشن تو كريكت تس اشو إذا كان في سؤال عن هذه المحاضرة أو عن أي موضوع يخص مراكز الأسنان في مكافحة العدوى فالله حيكم ونجهز الاستقبل الأسئلة ومحاضرتنا اليوم المرجع حقها هو والجيدلاين هو موجود في موقع جي دي آي بي سي للاطلاع عليه وشكرا جزيلا الجميع يعطيك العافية دكتور خلف أتوقع أن التفاعل الفعلي لهذا المحاضرة هو تطبيقها على أرض الواقع وأنهم يحرصون دائما على أن تكون المعايير مطبقة وتكون أو أنهم كمان متابعة للأكشن بلان كل ستة شهر يعطيك العافية عندنا كم سؤال جميع سلتهم تقريبا عن الواتر والكوالي ما هي حقا إذا هناك أشخاص من الواتر بكتريولوجي تست من الواتر و عندما الواتر سورس سورس الواتر سورس مباشرة والشير بوزيتي الواتر سورس نكتف ما عندنا الآن بعض الونت خلين نفهم بعض الونت تجي الموايا مباشرة من الخزان الرئيسي في الأعلى تمام إذا كانت الونت نفسها إذا كان الخزان ما في أي مشاكل و نكتف وكانت الونت نفسها بوزيتف معناته ما بين الونت وما بين الكرسي الأسنان في مشكلة أو في كنتمينيشن مثلا قد يكون قد يكون بالتمديدات أو قد يكون في الواتر لاين أو خطوط كرسي الأسنان نفسه إحنا الإجراء اللي نعمله أول شيء نعمل فحص الونت نتأكد منه إنه نكتف إذا كانت وزيتف أول مرة يتم إعادة الاختبار مرة أخرى إذا كانت مرة ثانية أيضا وزيتف نعمل شوك تريتم عن طريق برودكت معينة في كشكولترول هما عارفين ويعني في الكلور وبعدين يتم أخذ العينة الثالثة إذا كانت العينة الثالثة أكثر من 500 يتم إيقاف العيادة ويتم إبلاغ الصيانة الطبية لاتخاذ إجراء اللازمة سواء من خلال تنظيف الخزانات أو وضع المطاهرات اللازمة لخطوط المياه في المنشئة الصحية نفسها سواء الثاني what's the best action to make sure that the dental chair is safety إذا كان a new dental chair هو نفسها هي نفسها إنهم يأخذون كيف عملية التحليل لا هي تقصد إنه إذا كانت العيادة جديدة وينستل a new dental chair يجب أن الشركة اللي تنزل العيادة أو الشركة اللي تشغل العيادة تشغله بالطريقة الصحيحة بالتالي نحن نأخذ عينة من الwaterline تبع العيادة من airwater syringe ونرسل العينة للمختبر تأكد إنها ما فيها بكتيريا بالتالي تعمل العيادة مباشرة إجراء طبيعي سواء جديدة أو سواء غير جديدة هذه تم جراء في كل العيادات حتى يكون نفس الوضع لما يبدأون نفحصونها هي شهرين أو لا كل ستة شهر دكتور ثمان عيادات وشهر جاء سبع عيادات سبع عيادات سبع عيادات خلصهم خلصهم خلص ستة شهر يبدأ بالسبع الأولى بعد ستة شهر يبدأ بالسبع الأولى من جديد خلصوا ستة شهر الثانية يكون غطاها مرتين كل عيادة مرتين الله يتكلا فيه شكرا